السلام عليكم زيكو الشباب براحب بكم في اللقاء جديد ونكمل خاص بالاندوكراينجلاندس هنتكلم عن البنكرياس وعن الانسولين والرقليشن بلد بلوكوز امان ايتس الوكاربوهايدريت ميل جميل تمام طيب ده اللي بحصل الناس اللي بتبقى عاملة ضايت اللي عامل ضايت بيعمل ايه يا جماعة بياخد الكاربوهايدريت ضايت وفي نفس الوقات يعجد ايه يعني ياخد بروتين اعلى شوية بياخدanch بياخد ضايت بيبقى فيه اا كاربوهايدر calor ليه لا بس فيه بروتين كبvre طب حل الناس دول ارضة لهاي بجليسيمية لأ طب ليه ليه دول مبحصلوش هي بجليسيم ابدوا ياخدوا منهم منهم بياخدوا الكاربوهايدريت هل لان هذا النوع من الاكل بعمل سابريشن للجروس هرمون ولا بعمل سابريشن للسوماتو ميدن سي ولا بعمل السيمليشن للكرتزول ولا بعمل السيمليشن للجلوكاجون ولا بعمل السيمليشن للإبنافران دي حلوة اوي حتى حلوة عشان الناس تعد ضايت لما بنأكل هاي بروتين ده بيمنع الهايبو جليسيميا طب ليه لان الهاي بروتين يا جماعة بيزود افراز الجلوكاجون تمام الجلوكاجون والجلوكاجون اه زي ما احنا عارفين ببقى جلوكو نيوجيني كرمون يعني بعمل جلوكو نيوجينيسيز وبالتالي بيمنع نزول البلد جلوكوز ده يعني ان هو دنيا بايزة ولو ما الحيش نفسه يدخل فيه ديابيتك كيتو اسيدوزيز يبقى البلازما ازمالارتي بتقل المفروض ان كيتوزيز المفروض ان الجلوكوز عالي في الدم فالمفروض الازمالية بتزيد بيزيد بلاد فوليوم لعندهم ده هيدريشن. البيتش بتزيد مفوض ان هو بتزيد يعني الكالوزيس او او في التجاه الالكالوزيس لكن مفوض بياتش بتقالب. بيزود الريزو في جوليكوز بيزيد الريزو في جوليكوز في روم زاليبر ولا بيزيد الريت اف لاي بوليسيز. طبعا? اه نشوف بقى كده اه ايه هي المو ونركز في النمرة تاني ونشوف ايه هو هزا تمام? طيب هو في الحالات دي بيزيد. تمام? والمفروض البي اتش اه بتقالب. ومفروض ان البلاد بلازم ازمانتي بتزيد والمفروض ان البلاد بيقولهم بيقالب. طيب بقولك ده مهم جدا لان يعني بحصل مفروض يا جماعة ان الخطوة دي. طيب ما فيش انسولين يبقى الخطوة دي وبالتالي هي حصل من اللي هي عامية ودي اللي بتخلي الدنيا تبقى وورس. برفع بلازجلوكوز اكتر وقت. اباوت بنكريات الجلوكاجون هو ايه اتش افضل او جايس فولس. عازين حاجة غلط عن الجلوكاجون. هو بلوبابتايط. اه اه اتش اوتبوت اللي هو يعني بيبقى يعني عكس بعض يعني بيبقى في هاي بجليسيميا يزيد هاي بجليسيميا اه الجملة دي صح طبعا. بيزود بتاع يعني بعمل معروف انه وبعمل في الهاف لايف بتاعته من تلات لاربع ساعات. ايه جملة من دول الخطأ? هو بوليو بتاعت صح. تناسب عكسي صح. يعني يعني يعمل برضو صح. طب بقولك بتاعت لاربع ساعات. هو جماعة البوليو ببتاعت هرمونز بشكل عام الهاف لايف بتاعتها تبقى وبعدين الهرمون ده بيطلع هايبرجليسيميا هايبو جليسيميا عشان ازبط البوليو ببتاعت ما ينفعش يبقى يفضل في الدم الساعات الطويلة دي لان ده اكيد انت بتعد من فترة للتانية في اليوم اكيد طبعا وضع البوليو بيتغير اذا دي غلط لان الهاف لايف تبقى بتاعت البوليو ببتاعت هرمونز بشكل عام. تمام? يبقى ازا ده الاختيار اللي يناسب النامرة دي. انسولين وانت بالليل بتاكل تالي بوكبات زي النهار مسلا? لأ طبعا ما كلام مش مزوعة. هل انت سمعت ان من ضمن الميكانزم بتاعة الهاف لايف بتتأثر? طبعا لا. لأ. هو المفروض يا جماعة ان الانسولين. تمام? ازا دي مش ماشي. ودي مش ماشي. ودي مش ماشي. طيب بقول لك في الابوزيتي بيعندين حاجة اسمها اسمها انسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس. مهم او انسولين ريزيستنس ده جمعا. وعشان جسمك يتغلب عليها لازم بيزيد افراز الانسولين. لازم نزود الانسلين. سواء من برا الجسم او من جوة الجسم. فده من علامات الانسولين ريزيستنس. يعني الناس اللي عندهم شكر جي جديد بيبقى عندهم زي ده بيقل الهبات الجلوكوز ولا يبقى عنده هايبوفوليميا طيب ينفع الشخص اللي هو هايبوفوليميا هو المفروض لسه ما فيش تأثير لا في الهايبوفوليميا ولا الهبات الجلوكوز ده انت بتكلم عن سكر المفروض نو يزيد تمام طيب بتزيد السنزيفيتي لا ده بتقل طيب ايه بقى حتة هاي سيركولاتينج سي بيبقى ده انت عارف طبعا ان في عندنا حاجة اسمها برو انسولين يعني الانسولين اول ما بيفرز اجمعها برو انسولين برو انسولين برو انسولين برو انسولين وبعد كي يصل في الجلوكوز عشان يديك الانسولين والسي بيبطايد يعني يصل يطلع لك الانسولين وبالتالي دايما علامة افراز الانسولين هي مهمة او عشان تعرف ان البنكرياس بيطلع انسولين اندجنسلي يبقى بص على السي بيبطايد فلما يكون في سي بيبطايد عالية معنى كده ان فيه انسولين كتير معنى كده ان الشخص عنده انسولين رزستنس ودي المراحل يقولها من الديابيتس طيب دايابيتس طيب سيفير ان كونترول دايابيتس مليتس داست نوت انكلود سيفير ان كونترول دايابيتس مليتس مليتس ما بحصلش فيها آآ هل بريز دايابيتس لا طبعا ده بعلى ريز بوتاسيوم بيعلى ما هو آآ الانسولين عاكس البيتاسيوم يكون في انسولين بيعلى بتزيد الانس بسيفيك جرابيتي والأزمولارتي طبعا بيزيدوا برضو لان الجلوكوز اللي بنزل في اليورم بيخلي سيفيك جرابيتي عالية العين ده يا جماعة اللي عنده ان كنترول ضايابيتس عنده ده وكل شوية بوليوريا 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 ده يعملو ده في بلازما بوليوم بيقل ازا دي طبعا لسيسناه ان ضايابيتك كتوزيز ايه بقى لو حصلوش ميتابوليزم في الضايابيتس يعني مش عايز التفكير يا جماعة في جلوكوز وهي دي المشكلة الاساسية زي ما احنا عارفين طيب يعني بيشتغل عن طريق سيتو بلازميك ريسيبتور زي ولا انترانيوكلر زي ثيرايد ولا السايكليك جي ام بي اه ام بي ديبندنت ريسيبتور زي مسلا جلوكوزون ولا تايروزين كاينيز ريسيبتور هي دي هو هو يونك يا جماعة في الاكشن بتاعته بيبقى اه بيشبك على سلم برين ريسيبتور بس بيشغل او بنشط حاجة اسمها تايروزين كاينيز يعني واحدة من دول ما بعملهش غلوكوزون بيزود بيزود لايبوليسيز ريتين السوديوم هو بيشتغل كاليوكالسينيز هرمون بيرفع بلات غلوكوز هايبرجلاسيمك مهم وبعمل بيزود لايبوليسيز بس هو اللي سيثناء بتاعنا في الاجئة طبعا لازم اعارف برضو الكنترول بداع جلوكاجون زي ما انت عارفو الكنترول بتاع الانسولان الهايبوليسيما طبعا بتزوده جروس هرمون دو الاصدقاء تمام الاكسرسايز بيزوده خالي بالك الاكسرسايز يزوده جلوكاجون بس يقالي الانسولان عشان بس باخد بالك من امر كويس الاسترس طبعا بيزوده جلوكاجون لانه انت استرس هرمون بس هل زيادة الفاتي اسد لا هو هو بعمل فلما زيد الفاتي اسد يال طب لو قالي الفاتي اسد يزي دي بايزن دي الاجئة ببطاية واشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله